واسطى دعوات أممية لإنهاء إزهاق أرواح الفلسطينيين تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة فمن الشمال إلى الجنوب لم يعد هناك مكان آمن يلجأ إليه الفلسطينيون فبعدما ركز جيش الاحتلال هجومه البري في مرحلة أولى في شمال غزة ووسع عملياته إلى الجنوب حيث يحتشد ما يقرب من مليونين شخص باتوا محاصرين في بقعة تضيق مساحتها تدريجيا الغارات الإسرائيلية استهدفت منازل بمناطق برفح ودير البلح وجبلية وبني سهيلة والشيخ ناصر ما أصفر عن استشهاد وإصابة المئات حيث قالت وزارة الصحة في غزة إن 62 شهيدا وتسعة وتسعين مصابا ووصلوا خلال الساعات الأربعين والعشرين الماضية إلى مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة كما وصل إلى مسشفى شهداء الأقصى أكثر من سبعين شهيدا ومائة وستين مصابا وفي مدينة غزة وخان يونس ودير البلح والنصيرات تواصلت المواجهات بين جيش الاحتلال وكتائب المقاومة بما يشمل عمليات برية وقصفا جويا وبحريا نفذها جيش الاحتلال الذي أعلن احتدام القتال خصوصا في قطاع خان يونس وأصفا إياه بأنه معقل مهم لحركة حماس من جهتها أعلنت حماس أن مقاتليها أحبطوا محاولة إسرائيلية للوصول إلى أحد المحتجزين حيث نشرت مقطع فيديو يظهر ما قالت إنها جثة محتجز في حين أعلن جيش الاحتلال إصابة جنديين بجروح خطيرة قلال عملية فاشلة هدفت إلى تحرير الرهائن كما ارتفع قتل الجنود الإسرائيليين إلى أكثر من 90 منذ بدء الاكتياح البري للقطاع